يا صباح الفل عليكم عامليني للاخبار. ما طلعناش الصباح بقالنا كتير. ايه عم سانتي كل سانيتين خبروا عن الكهرباء. ده انتم محروقين جميل قوي ده انتم مش عايفة. ده مش عايفة. ده ها كل تلاتة كل كل لحظة خبر عن الكهرباء. لان الموضوع جلل ولا حضرتك مش اخد بالك. الموضوع جلل كبير كمان. اللي في عقوبة على لعب مصري في الدورة المصري. اتأجلت اكتر من شهرين. او اكتر من ثلاثة شهور كمان. مش قادرين ياخدوا قرار فيها. مش قادرين ياخدوا قرار. يعني منصور الحفني لما جيت حبس. خدوا قرار وحبسوه عادي. اي حد في مصر الرئيس الجمهورية السائل الاسبق. والسابق خدوا قرارات فيها واتحكمت الناس عليها. الرؤساء الجمهورية خدوا احكام والناس اتحكمت. فتخيل احنا مش اه اتحاد القرى المصري. اللي بيوقف الناس وبيجذر الناس وبيعمل للناس. اه بعد ثواني من اي وقعة. ما كانش قادر ياخد قرار. تلات شهور. ولما خدت قرار تلات شهور كل التسريبات طلعها بالامس ان اتحاد القرى خايف يعني ان احنا فان احنا? اه لازم بفيك كل ثلاث ثواني خبر عن كهرباء. مش عشان انتم محروقين منه الجو ده جو رخصي يا فاندم لو حضرتك متابعنا. انت شخص رخيص لو انت بتقول كده. العكس الشخص اللي قدامك ده بيولام من الزمال الكوية. اللي هو بيقول على كهرباء هو اهم لعب في مصر. اللي هو اول واحد قبل ما كهرباء يلعب ولا ماتش. قبل ما كهرباء هنا يلعب ولا ماتش اصلا بعد العودة. بعد الايقاف الاولاني بتاع الفيفا. استغربت جدا للنادي الاهلي والفيديوهات الحمد لله موجودة والبتاع قلت النادي الاهلي بدل كل الفلوس اللي دافحها للصفاء. قبل ما يلعب. النهاردة مش جاية يكلمك بعد ما تقلق وبقى نجم وهو اللي بيجيب الهدف كل ماتش. وقبل اصلا ما يتقلق التقلق ده. واناك اللي ده اهم لعب في منظومة الاهلي لو الاهلي عايز في منظومة كولر والفيديوهات موجودة فاحنا ما عندناش القصة دي ده اسمه رخص من حضرتك بس. يعني حضرتك ده اسمه رخص من حضرتك اللي انت معتقد اللي الكلام في الموضوع ده اصل حرق وبالعكس. لما بنجي الحل المنحنة بقولك هو اهم ملاعب مؤثر في الكرة المصرية دلوقتي هو محمود عبد ملاعب كهرباء. معنديش انا الحتة دي اصلا. لكن ده ظلم وفساد. ده وانت مش شافل ده ظلم وفساد فانت شخص فاسد. على طول دي ما فاش كلمة على فكرة. ليه? ممكن تكون العقوبة كبيرة فعلا وانا معاكل العقوبة ممكن تكون كبيرة في 12 مطش. ممكن جدا. هي قاسية فعلا وانا ضد اصلا زي ما قلت انا كنفسي بس ضد العقوبات اصلا بتاعت الاحتفالات. يا احتفال معنا ما علينا. لكن لكن انت النهاردة طبقت هو كتفين اللايحة وده اللي قلناه على امام عشور. خلينا في قصة امام بالاخص. انه كان بلعب مطش في الناشئين. كان بلعب مطش في الناشئين. ازاي? اتعملت لولايحة خاصة في 3 ثواني وتعملت واتحصنت وممنوع التظلم عليه. مش عايزنا نتكلم كل 3 ثواني اه هنتكلم كل 3 ثواني. لان موضوع ده جلال. وطالما مجلس ادارة الزمالك منشاغل في التوريس. الزمالك بقى مش عز بقى اسوق يعني. في فيلم اسمه الاسمه بشوفوها جماعة. في فيلم وفيلم حلو على فكرة بس ما وينفع في رمضان ما فوش مشاهل. شكبالة توقف. وبعدين في فيديو الوقتي منتشر شوف التدليس. منتشر بشكل قوي جدا تقريبا بعد احتفالات كان لابس في التشورت الازراء احتفالات يا دور يا كاس والزمالك دوري غالبا يعني. الموقع اللي نزل الفيديو كل برامج مصر اعتزرت لشكبالة كل برامج مصر الاول مرة يمكن تحصل لشكبالة يعني. قالت الوقتها اسلحنا كنا موجودين وصورنا وعملنا بتاع الفيديو ده في يوم الفيديو ده. فقلت يوم ما نزل الفيديو ده فاكرين طبعا كان حدث جلال وقتها برضو وانا الفيديو ده متركب والصود ده متركب. فالناس قايت لا امانتوا عشان قريبين والزمالك والقصة والحكاية. الموقع نفسه اللي نزل الفيديو ده شالي الفيديو من على بتاعته الأساسية ومش موجود اصلا على بتاعته الاساسية. كل برامج مصر بلا استثناء كل برامج مصر بلا استثناء اعتزرت لشكبالة بعد ما كانوا هاجموه الاخ هانيح هتحوت ميضو مش عارف ايه كل الناس دي اعتزرت لشكبالة على الهوا على الهوة ان الفيديو كان متركب. فانت جايب فيديو متركب اصلا بتدلس بيه على حاجة مش ممكن انا ما شفتش بلا قادمين كده في الدنيا ما شفتش ناس كده. الناس كلها اعتذرت وقالت اللي الفيديو ده اصلا ما كانش له وجود وجايب تدلل بي على الواقعة مش كمال قال لي رئيس الاتحاد انت اهلاوي توقف قد كده عشان بيجيب زميله من بر فجماعة في وقاعة حصلت على العمر زكي كان فيت اللايحة مجلس دارة الاهلي قولناك فين اللايحة اللي استندوا لها والله فين اللايحة اللي استندوا لها لستمائة الف حالة في الزمالك فين لايحة عمر زكي دي بس الكارسة الوحيدة كارسة ما كانش في حاجة اسمها استخدام التليفزيون ولا ولا وفين اللايحة واصل ما يعني راجل بيكلم على فكورة ولا بيشتمزمينه في الملعب ولا بتاع اللي بتحصل عادي في جوة اللعب بندعامه في الخمأ امجابلها بالتليفزيون تقنية فوق الدوريات الاسبانية والانجليزية وتعاملت وقتها اه لازم يبقوا لساني خبر عن كهراب لان الموضوع جلل مجلس دارة الزمالك مش بيتكلم معرفش ليه في الموضوع ولكن لو هي مشت كده ومشت فتوانة كل اللوايح والقوانين يعامل كهرابا تنزل العقوبة من 12 ماتش انا عن نفسها لو بقول لك هو شايفة 12 ماتش دي كبيرة قوي بس لو نزلت هتوبة 8 نزلت 6 على حسب ما هتنزل لكن على ما يتظلم زي كل البناء ادمين اللي في الدنيا زي كل اللعبة اللي لعبت في الدنيا جات لها عقوبة فتظلمت فالتظلم لم يبقى في الاستئناف يعني التظلم وقتها لم يبقى في العقوبة سوري كل اللعبة دي هتوبة حدثة من نحة جديدة من نحة خفنا منه 3 شهور ايه يا جماعة دا خفنا من الاهلي ومن جمهوره 3 شهور خوف دا رعب من الاهلي ولا كان بقى اخضر مرتضى منصور ولا دا رخص دا برضو رخص فكرة اصل مرتضى منصور مع حضار تركوا ما فيش الكلام دا اولا مرتضى منصور مع حضار مع فكرة لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها رئيس ناتي الزمالك اصل مرتضى منصور مش يمبرح في علاوك كدب ليس صاحب صفة ويتشال اه ممكن النهاردة لكن اللحظة اللي احنا بها دي مرتضى منصور رئيس ناتي الزمالك هيتشال بعد شوية بعد ساعات مش عاف ايه لسه ما تشالش عشان برضو محدش اقول لك استنوا لما مرتضى منصور العقوبة وانا عبد اللي يلاقي الهالك هنا من زمان وكتب لك وعمل لك عليها دا لو نزلتها في مارس وكتب لك اللي عندي العقوبة اكبر من كده اكبر من اللي تسرب وما الناس قعال تقول لوقتها اربعة وستة وده اقول تلكوا لقى العقوبة اكبر من كده فالنهاردة اللي انت بعد ما خوفت ثلاث شهور توقع عقوبة وبعد ما عملت واحد يقول لك استنوا خايفين منه في السوبر يا حبيبي اصلا كهربا موجود مش موجود انت وشفت فرقة اللي بقالها عشرين مطش بلاش مطش مبرح ولا فكرة سوبر ولا مصوبر كده 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 كهربا اللي يعيب ملعبش مش هقول لك هو طبعا هيدي للأهل قيمة وهيدي للأهل اضافة بس هو اصلا للزماج بتغلب من اي فرقة مش محتاج اللي يبقى موجود كهربا كمان بس قصة اصلا انتو خايفين منه في السلاء يا حبيبي قصة اللي ده ظلم عمره ما حصل في بلادي الواق الواق لو كهربا لم ينفز العقوبة الطبقت عليه استأنف ونزلت عادي ده في القانون موجود لكن العقوب لو استأنف لو فكرة اللي قدم تظلم فالتظلم هيتوقف لحد ما ما السوبر كمان يعدي يعني هو اصلا دورة حسم وحسم وفي وجود كهربا وبعدين الكاس لعب كهربا فيه وبعدين النهاردة السوبر هيلعبه وبعدين يتوقف في الماتشاط التحصيل حصل دايب اجداء حاجة جديدة وبعدين مش على بتاعة الشناوي والله هنا بتكلم في مبدأ عام الشناوي كده كده اصلا بيعيش اسوأ ايام حياته ولو انتو فاكرين يوم ماتش بريمز قلت لكم اللي عايز يقسب الاهل يهجمه عشان عنده حرس مرمى وادفاع في اسوأ ايام حياتهم النهاردة النهاردة لو انا احمد شكبال خليها في الزمالك لو شكبالة ضرب واحد في الملعب ضرب واحد من لعبت الاهل ضرب جامد يستحق العقوبة والاقاف 12 ماتش حلو كده هو شكبالة هجت على الحاجة اللي انتو بتحبوها هيتوقف 12 سوبر انا مش فهمي يعني ايه لايه حدث سوبر مختلف انا بكلم في العموم والله ما اصدع لعب عشان حوار الشنوى يعني الشنوى يمكن يكون اصلا غيابه وممكن يفيد الاهلي لانه في اسوأ ايام حياته عمتا يعني تمام لك انا بتكلم في العموم في فكرة عامة اي دي يعني ايه انا الوقت اللعب في السوبر اللي جاي ده اي لعيب دونجا اي اسم اي اسم عمل مصيبة في السوبر اللي جاي يعني بلاش خلينا حتى في الاحتفالات شكبالة بعد لو الزمان يكفزوا دي نسبة لاتتخطى الصفرين في المية اما الزمان تكسب فراح فغلنا لغنية بتاعت التالة شمال مع الجمهور هتوقف بس في السوبر هو ده كلام يعني هو ده كلام يا جماعة يعني لايحة السوبر مختلفة عن لايحة مش عارف ايه ولايحة ايه مختلفة عن ايه ايه الترقيعة ده انا بكلم عن عموم والله ما اصدق اي لاحة ايه الترقيعة ده انا نفس افهم اللي هتطلط في مطش السوبر ده او نادي مثلا زي المصري والجيش بالعب واللقين بمرة واحدة هيوصل للسوبر مثلا خدي الكسف مرة ده عقوبة مستحيل تتوقع عليه تاني انه مش هلعب سوبر تاني في حياته فده تخريف ده من جزء من اجزاء التخريف لكن اللي بحصل في موضوع كهرباء تحدي يخاف بعد ثلاث شهور لسه خايف يطبق ويبعت وبعدين كمان اصلي مش هعافس للجنة تكوينها مش هعاف ايه واللوايح ايه ما كان فين اللوايح في 600 الف حاجة فده اسمه عصر القوة فرض القوة اللي بحصل مع موضوع كهرباء ده فرض قوة بالقوة الاكبارية ولو الزمانك لعب لو الزمانك لعب يعني بقى في وجود بقى علاء مقلد رئيس احمد مرتضى رئيس التوريسر اي حد اللي انتو بس طبعا زمانك منشغل دلوقتي في من يشغل كرسي الرئيس ايه وحتى اللي هو الترات شهور دولة المفروض لو قعد يعني المجلس انا قلت في اول لحظة رأيي لو المجلس ده قعد يبان تكي انك ما عملتش حاجة معلنا يعني في القصة دي دلوقتي ده مش وقتها ولكن اي اسم قعد اي اسم قعد تمام والزمالك ها لعب السوبر وكهربا بلعب فالزمالك هو مش هقولك زمالك مش هيبقى ضعيف ده بالنسبة لي زمالك مش هيبقى نادي اصلا مش فكرة الضعيف الضعيف ده هيبقى زمالك مش هيبقى نادي فعلا لأ انت قدامك حيسيات قدامك حاجات بتوقف الراجل والتظلم في كل الحالات في كل الحالات مفيش مستحيل حصلت فانت هتخترح حاجة مستحيلة بعد الخوف تلات شهور بعد الخوف اللي انت توصل الرسالة مبرح للنادي الاهلي والراجل يلعب امبارك وبعد كل ده كمان يعتبر اواخد مش هياخد حاجة انها تنزل العقوبة وكمان ياخدها بعد السوبر فانت هتلعب السوبر ده وكهربا في الملعب مش عشان هو هيكسب الزمالك اي الزمالك كده كده بالطبيعي والمنطقة هيخسر بالمنظر الناس ما بتاعش شعب كورة الناس ما عندهاش اساسيات الكورة فقصة كهربا انتوا خايفين من يا ابن اي لعب حمد شريف ما بيحط كعبو علي فاشخ على الزمالك وبيحطوا الناس كلها فاكس فكرة الطفولية بتاعت التك توك اللي انت من صقافة التك توك فيها دي وقعد تكتبها لي في الكومنتات ستو خايفين يا ابن اي حد يحط مبرح العالم ما نعرفش اسمها حطت في الزمال والفرق الدوري كلها بتحط في الزمالك فقصة كهربا وانتو خايفين دي قصة فاكسانة يعني القصة اكبر من كده اللي مفيش حاجة حصلت كده في العالم فكده يبقى خلاص يبقى فعلا يقفلوا النادي لو انتو كده انتو كده مش هتوبوا نادي ضعيف نادي اصلا لو لا ازمانك رعب الصوبة في وجود كهربا يبقى زمانك مش نادي مش نادي اصلا مش نادي ضعيف وده اخر الكلام في الموضوع ده لان الموضوع واضح وصريح مفوش اي اصلا لبس مفوش اي لبس اللبس جاء من الرعب والخوف عند الناس اللي دخلت قالت فين امت يا فاندي ما شرباجي الوحيد اللي قال مستشار شرباجي التظلم هاتها مرة واحدة اللي التظلم وقف العقوبة مرة واحدة خلاص اعمل هطبقها على كهرباء لو هي جت مرة واحدة ايه يا جماعة الكلام ده والزمانك زي ما احنا شايفين الناس بتفكر بقى مين احمد مرتضى ولا ولا علاء مقلد ولا حاجة يعني سلام ونتقبل على خير دايب موسيقى